في قصة و حادثة حادثة الدعوة الشهيرة السيدة التي دعت للملك عبد العزيز ماذا تفاصيلة هذه الدكتورة؟ كانت تناقل القصة التي لدينا هنا في الموت التتبعين أيضا وهذه القصة أوردها الملك فهد رحمة الله عليه و أيضا الملك سلمان حفظه الله أيضا ألقاها في أحد المؤتمرات في جامعة أم القرى قبل عدة سنوات كانت هذه حادثة الملك عبد العزيز من طبيعته في بداية الأمر كان البترول بدأ تصديره من عام سبع و خمسين 1357 كانت قبل ذلك الموارد كانت الموارد العامة للدولة تعترض هي موارد بسيطة كلها الزكوات و أيضا بعض الإجراءات الأخرى الإدارية فكان الملك عبد العزيز مشهور عنه و الجميع من تحدث عنه و صاحبه الرجل يعني فيه من الرقة و فيه أيضا من الخشوع و قيام الليل و هذا معروف عن الملك عبد العزيز كان الملك عبد العزيز يأتي بنفسه إلى بعض البيوت بعض البيوت في الرياض و يقدم لهم الأموال و بعضهم لا يريدون أن يعرفون الملك عبد العزيز يعني الملك عبد العزيز يقدموها لله فأحد المرأة ضرب عليها الملك عبد العزيز الباب و قالت من؟ قال فاعل خير أو بهذا اللفظ فقدم لها الملك عبد العزيز مال و كانت هذه المرأة محتاجة و فقر مدقع في تلك الفترة فقالت قل آمين قال للملك عبد العزيز آمين خير بدون شر و قالها ثلاث مرات قالت الله يفتح لك خزائن الأرض الملك عبد العزيز يقول أن هذه الدعوة صاحبته عندما تذكر أيضا بداية أول شحنة بترول فالمقصد الدعوة لهذا الملك العادر رحمة الله عليه الملك عبد العزيز و أيضا النية الملك عبد العزيز منه إلا هو نية عجيبة جدا يعني النية سبحان الله في أيام الملك عبد العزيز أو لهذه الشخصية يندر أن تجدها لأن عنايته لتطوير مجتمعه ليست عناية شخصية صحيح أنه من أسرة حاكمة وأسرة تحكم من ثلاثمائة سنة و لها سند و أسوس و أيضا رمزية هذه الأسرة لها رمزية في هذه البلاد هذه الرمزية اتخذت من توضيعها مع الناس العدل تحقيق العدل أيضا ليس هناك أيضا مما يميز الملك عبد العزيز والأسرة عدم يعني اتخاذ البهرجة و أيضا اتخاذ الوسائل التكبر على الناس لا من طبيعتهم و من ضيمة من بيئتهم و لذلك و أيضا تحقيقهم لهذا العدل الذي يسود و لهذا أحبوهم الناس لهذه الرمزية و هذا أيضا المحبة بل كثير من الناس يفدونهم بأرواحهم و أهل الملك عبد العزيز مشهور قصة قصة مشهورة كان عند فتح الأحسى كان عمعوم من آن نفيس رحمة الله عليه و كان عند ملك عبد العزيز عندما تم فتح الأحسى صعد الملك عبد العزيز لسلالم لكي يكون مع الجند لكي يقومون أيضا في الدخول في الأحسى فكان واحد من مشهور عمعوم من آن نفيسة ضرب الملك عبد العزيز على صدره قال يا عبد العزيز معنى كلامه أنك إذا أنت يعني متى ستموت الناس لكن أنا واحد من جند المسلمين سيموت فكان هذا عمعوم من أبرز المخلصين للملك عبد العزيز ملك عبد العزيز رحمه الله و كان أيضا هذا حتى أني أتذكر عمعوم هذا رحمة الله عليه نقلا على أمير عبد الحمال بن عبد العزيز الله يغفر له و يقول لي مرة من المرات وأنا أخرج للبديعة يقول كان ذاك اليوم مطر و كان الملك عبد العزيز اتخذ كان صنع مشهور يبعد السيول عن الرياض إلى البطحة و كان هذا أيام الإمام أيضا تركي بن عبد الله فعندما قام ديمة السيول تأتي من الجهة الوشم تدخل على المربع فكان عمعوم رحمة الله عليه يريد أن يتجه للملك عبد العزيز فشاهد أناس يحفرون السيل فقاموا بيردم هذا السيل و أيضا وضع البسط و السجاد فقال خوفا على عبد العزيز انطلوني معه يعني محبة و تشوق الملك عبد العزيز لكي لا يأتي السيل مكانه فالمقصد لا شعور لا إرادة لهؤلاء الناس الذين أحبوا هذا الملك عبد العزيز و أخلصوه و هذا غيظ من فائد صحيح صحيح